السلام عليكم ان شاء الله هكمل معيكو باقي موديول reproduction of organisms لصف status and inspire science شرحنا اول درس inheritance هندخل على تاني درس types of reproduction عندنا نوعين من التكاثر او reproduction اول نوع الاستيكشول reproduction و تاني نوع طبعا sexual reproduction عندنا التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي التكاثر اللاجنسي اللي هو الاستيكشول reproduction ده بيحصل امتى لما one parent one parent فقط هو اللي بينتج organisms او او off spring او نسل او نسل او نسل هتلابله كلمة دي كتير خلال الدرس كلمة off spring يعني نسل او جيل او ابناء كده يعني فلما one parent فقط هو اللي ينتج new organism one organism ينتج new organism كائن ينتج كائن هو ده بنقول عليه الاستيكشور دي بروداكشن لكن طبعا الاستيكشور دي بروداكشن بيتطلب two organisms عشان ينتجوا off spring فاحنا محتاجين two parents عندنا الميل والفيميل عشان يقدروا يتزوجوا ويكونوا off spring عن طريق الاستيكشور دي بروداكشن الاستيكشور دي بروداكشن انواع زي ايه زي عندنا نوع اسمه regeneration regeneration ده بيحصل زي بيحصل لما كائن او off spring بينمو من جزء من ال parent يعني هنفترض مثلا اللي هو نجم البحر او c star نجم البحر تكون عاملة بالشكل ده لو احنا جينا وقطعنا جزء منها الجزء المقطوع ده هيكون قادر انه هو يتكاثر وينتج جيل جديد هيعد ينمو ويتكاثر وينتج off spring تمام يبقى هو ده regeneration في حاجة زي regeneration كده ولا لكن خاصة بالنبات اسمها vegetative reproduction وده تاني نوع من ال sexual reproduction ال vegetative reproduction دي خاصة بالنبات فقط تمام الoff spring بينتج من اي part في النبات سواء بقى stem سواء leaf او اي جزء بينمو بينمو منه سواء لو جبنا جزء من stem لو جبنا جزء من leaf او ورقة بينمو منها نبات جديد فهو ده vegetative reproduction تمام البودنج البودنج ده خاص زي زي الهايدرا اللي قدامنا دي كائن الهايدرا اللي قدامنا ده الهايدرا جزء منها برضو بينمو لكائن هيدرا تاني ولكن لازم الجزء ده يكون على النبات نفسه يبقى البودنج هو نوع من بينمو على جسم بتاعه يعني زي ما انت شايفين كده الهايدرا الجديدة بتنمو على جسم الهايدرا اللي هي الـ تمام ما قصناش بقى جزء وجزء جديد شبه الـ لا ده بينمو على نفسه تمام يبقى ده كده التلات انواع ل زي ما اتفقنا انه هو نوع من الانواع الجناتك بتنتج من الميل والفيميل بيعملوا مع بعض عشان يكونوا عندهم مختلفة تماما او مشتركة ما بين الاب والام الاب بيشارك بنصف الجناتك ماتيريال او المادة الوراثية بتاعته والام كمان بتشارك بنصف المادة الوراثية بتاعتها وبيكونوا ابناء عندهم مادة وراثية مشتركة او صفات وراثية مشتركة ما بين الام والاب فبيكونوا مختلفين بيبقى فيه تنوع هنا في الكائنات ولكن في الكائن الجديد بيكون متشابه تماماً طبق الأصل أو صورة طبق الأصل من الأب بتاعه لأنه ناتج من كائن واحد فأخذ الجينات او الجيناتك ماتيريال كلها من كائن واحد فبالتالي كان ايدنتيكاً للبيرنت بتاعه لكن هنا بما أن فيه اختلاف في الجيناتك ماتيريال فبالتالي بينتجوا ابناء عندهم اختلاف في الجيناتك او الصفات الوراثية تماماً فزي ما اتفقنا كل أب او كل بيرنت الأب بيشارك بنصف الجينز بتاعته او الجينات بتاعته فيها المادة الوراثية والنصف التاني او اللي عليها الصفات الوراثية الجينات دي هي اللي عليها الصفات الوراثية يعني الجينات هي اللي بتحتوي على الصفات الوراثية صفات مثلاً لون الشعر لون العين الطول نسبة الزكاء اي صفة عندنا دي بتكون موجودة على الجينات فإحنا بناخد نصف الجينات من الأب والنصف الآخر من الأم آخر حاجة هناخد الادفانتجز والدسادفانتجز للأستكشوري برودكشن والستكشوري برودكشن كل واحد ليه أدفانتجز مميزات ودسادفانتجز أو عيوب طيب إيه مميزات الأستكشوري برودكشن؟ الأستكشوري برودكشن سريع يعني بيتم بسرعة جدا وبينطج كائنات كتير جدا مش بيحتاج ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة لان اصلا الكائن مش بيستغرق وقت ولا انرجي في ان هو يدور على ميت والميت دي معناها اللي هو رفيقة او زوجة او زوج يعني اللي هو الشريك التاني ما بيضيعش فدء وقت في ان هو يدور على الشريك التاني ولكن هو بيتزاوج مع نفسه وبيكون كائنات او مع نفسه تمام؟ فكده بيوفر انرجي تاني حاجة بيوفر وقت تالت حاجة بينتج طيب لسه قال لكم ان الكائنات بتكون نص خاطبك الاصلا بيرنت فهي ممكن تورف حاجات لو بيرنت مثلا عنده عنده مشكلة في دين اي او عنده ميوتيشن او عنده اي مشكلة ميوتيشن او طفرة يعني او مشكلة معينة فالابناء بيرسوا المشاكل دي فبالتالي عمرهم ممكن ما يكونش طويل اصلا هما في العادي الكائنات النسجة عن مش بيعيشوا كتير زايد ان هما مش بيعيشوا ببيئات مختلفة هما مولودين في بيئة معينة لو طلعوا من البيئة اللي هما فيها دي بيموتوا فورا لانهم ما عندهمش او تنوع وراسي يخليهم يستحملوا ان هما يعيشوا في بيئة تانية غير البيئة بتاعتهم تمام بيبقى في تنوع جيني بسيط جدا جدا طب وإيه فايدة الاجماء بيساعد اللي هما يبقى عندهم بيبقى عندنا فرصة كويسة جدا ان احنا نسيرفايف او نعيش لو الظروف البيئية تغيرت تاني حاجة بيحمل بتحتوي على التغيرات الجينية زي التفارات لو كنت اخطوا قبل كده ان انواع الميوتيشن بتكون هارمفول ميوتيشن يعني نوع ضار او بنيفاشل ميوتيشن نوع مفيد او نوع نيترال ما املوش ولا ايفادة ولا ضارة فلو كانت الميوتيشن او الطفرة دي او المشكلة دي ضارة او الميوتيشن دي كانت ضارة هارمفول تمام فالميوتيشن دي هتنتقل لمين للابناء للوفيس برينج تمام فبالتالي هيقلل فرصتهم في انه هما يسيرفايف او يعيشوا طيب نيجي الادفانتج بتاع السيكشواري بروداكشن الديس ادفانتج هنا كانت اللي مفيش جيناتك فارييشن هنا بقى الادفانتج اكيد ان هيبقى فيه جيناتك فارييشن تنوع وراثي تنوع الوراثي ده قلنا بسبب ان احنا بناخد الصفات الوراثية من فردين الاب والام فبالتالي ده بيانتك تنوع وراسي وبيخلينا نعيش فيه او الظروف الصعبة بنقدر نكيف على درجة حرارة عالية جدا منخفضة جدا بنغير البيئة بتاعتنا عادي بنقدر نستعمل اي تغير الديس ادفانتج بقى بتاعت سيكشوري برودكشن احنا قلنا هنا من الادفانتج اللي هما بتوفر وقت ومجهود ومش محتاجين بقى ميت او شريك وهكذا طيب هنا الديس ادفانتج هتكون اني احنا لازم يكون فيه ميت او شريك او رفيق عشان يتم التزاوج وننتج اوف سبرينج فالبحث عن ميت بياخد طبعا وقته وبياخد مجهود بلس ان الكائنات اللي بتتقاصر عن طريق سيكشوري برودكشن بتاخد وقت لحد ما السيكس سيلز او الخلايا الجنسية سواء السبيرم عند الميل او الاج عند الفيميل بياخدوا فترة لحد ما يحصلوهم ميتشور او بينضجوا تمام لكن الكائنات اللي هي بتتقاصر السيكشوال دي بتتزاوج في اي وقت مفيش اي مشكلة لكن طبعا الكائنات اللي بتتقاصر سيكشوالي لازم بتاخد فترة لحد ما توصل لمرحلة معينة يكون السبيرم او الاج حصل لهم ميتشور او نضج فيقدر يتزاوجوا عشان يقدروا يجيبوا نسل جديد فكل ده بيستهلك وقت كبير تمام زي ان هما كمان زي ما قلنا في الاول ان هما بيستهلكوا وقت عشان يبحثوا عن الميت بتاعتهم ويتم التزاوج في بعض الكائنات في رحلة البحث عن ميت بتقابل بقى بريديترز او مفترسين ممكن ان هما يقزوها ممكن يروحوا بيقات صعبة جدا يدوروا فيها على ميت وهكذا فبيبقى رحلة صعبة جدا ان هما يدوروا على ميت ويتم التزاوج مع الميت او الشريك المناسب تمام دي الديز ادفانتج بتاعة الستكشوالي بروداكشن بس كده كده الدرس خلص اتمنى يكون مفهوم بالتوفيق الرب